المزيد من واشنغتون ينضم إلينا زميل مجدي زجي مجدي دعنا في صورة تفاصيل أكثر عن تصريحات يالين هذه يعني شديدة اللهجة صدرت قبل قليل قبل ساعات قليلة من وزارة الخزانة أو وزيرة الخزانة الأمريكية جانين تيلين وقالت أنه يجب أن يمرر هذا الكونغرس رفع صقف الدين العام الأمريكي الذي يتجاوز 30 تريليون دولار بالموافقة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن عملية معقدة جدا وكل ذلك يجب أن يحصل قبل الأول من يونيو المقبل طبعا هناك اجتماع مرتقب في التاسع من مايو سيجمع الرئيس الأمريكي جو بايدن بقيادات الكونغرس من الحزبين سواء الجمهوري والديمقراطي للبحث في هذه الأزمة لها أزمة رفع صقف الدين العام الجمهوريون يضعون شروط على بايدن يريدون تخفيض الإنفاق الحكومي في الكثير من المجالات والعديد من الأمور الداخلية هنا بالشأن الداخلي الأمريكي بايدن يرفض ذلك ويعتبر أنها هذه سياسة أخذ الرهائن بحسب ما يصفها من قبل الجمهوريين بما يخص موضوع صقف الدين العام ويطالب الجمهوريين برفع صقف الدين العام دون شروط مسبقة ودون أي حواجز أو عوائق هذه الأزمة طبعا تدعياتها على الاقتصاد المالي العالمي لو حدثت بالفعل ونحن على قرابة ثلاثة أسابيع من هذا الموعد الذي حددته وزيرة الخزانة الأمريكية وهو الأول من يونيو سيكون انعكاس كبير جدا على كل الاقتصادات في العالم لأنه كما تعلمين تسابيح الاقتصاد الأمريكي هو الاقتصاد الأول في العالم ومرتبط بالعديد من المناطق وبالعديد من الدول على مستوى كل دول العالم وبالتالي أزمة مالية واشنطن تعجز عن سداد ديونها وبالتالي قد نكون مقبولين على أزمة مالية بعد ذلك عالمية انحدث هذا الأمر على كل من واشنطن الزميل مجدية زاجي شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات شكرا جزيلا لك